اشتركوا في القناة تحديد على جبل أنطر ببشار خلال يوم الغد دائما اضطراب جوي سيكون نشط الفعالية مرفوق بأمطار على شكل زخات رعادية ستخص الوجهة الساحلية ننتظر كذلك التواصل لتساقط الثلوج على المرتفعات والقيمة الجبلية التي يزيد علوها 800 متر لغاية 900 متر أحيانا 1000 متر تقريبا على كافة المرتفعات الداخلية ننتظر بحول الله سحب سفلة كثيفة محتمال كذلك لبعض تساقط الثلوج على كل من المنيعة وغردية بحول الله على القيمة التي يزيد علوها 800 متر سحب ستزدد كثفة على منطقة الوحات احتمال بعض الأمطار خلال الأمسية أجواء مستقرة على مناطق الجنوب الشرقي كذلك الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي وحتى على أقصى الجنوب خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد تقس بارد على كافة المناطق الشمالية ننتظر 6 درجات دون الصفة للجلفة درجة واحدة على العاصمة درجة واحدة كذلك وتحت الصفر على كل من تلمسان ووهران درجتين على غردية بسكر المغير وتقرد درجة الصفر على بشار ثم درجة على ولاية تين دوف حتى على ولاية إنسالح ثم درجة على إليزي ترتفل على 16 درجة على أقصى الجنوب أما خلال الظاهرة إن شاء الله درجة الحار القسوى إن شاء الله دائما تبقى منخفضة على كافة المناطق الشمالية ننتظر ثلث درجات على البيض خمس درجات على الجلفة ثم درجات على كل من قلمة ميلا خنيش إلى سوق هراس قسنطين نصطيف وحتى على بتنة وتبسة لشر درجة على العاصمة نفس الميقياس على غردية وحتى على لغوات ننتظر حداشن درجة على بشار لعشرين درجة على كل من تين دوف كذلك أدرار تيميمون لينو عشرين درجة على إنسالح ثم نرأسة 24 درجة على جانت ترتفل غتين وثلاثين درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد مصرحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل إتراب على السواحل الشرقية لكن مضطر محاليا عن السواحل الوسطى والسواحل الغربية رياح معتدلة غربا لكن ضعيفة على الوسط وحتى على شرق البلاد